السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حصة جديدة إذن في هذه الحصة سنشغل على النص التطبيقي التنمية الاقتصادية وهو نص موجود بالصفحة 145 وكذلك الصفحة 146 من المرجع في اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي إذن المطلوب منكم كالعادة قراءة النص قراءة متأنية ثم إنجاز الأنشطة قبل المرور إلى التصحيح جماعة إذن سنبدأ أولا بالفهم لدينا اشرح الكلمات التالية إذن لدينا طفيفة لدينا تؤشر ولدينا ورشات وكذلك التنمية إذن طفيفة طفيفة فهي تعني قليلة أو خفيفة ثم تؤشر أي تعطي إشارة ورشات فمقصود بها وحدات إنتاجية أو لا أمكن لإنتاج سلع معينة أو ورشات عمل إلى غير ذلك التنمية إذن التنمية تعني الزيادة التطور النمو التحسن إلى غير ذلك السؤال الثاني لدينا ما ضد الكلمات التالية إذن الاستيراد ضدها التصدير التنمية ضدها التخلف حثيثا أي أو ضدها بطيئا ثم ينقسم إذن ينقسم ضدها يتحيد السؤال الثالث ما النتائج الاقتصادية التي حققتها الشركة إذن كجواب انطلاقا من النص حققت الشركة ربحا في مجال الخدمات والاستيراد والتصدير والاستثمار رابعا ما النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المضمار إذن سنجيب أن نتائج الإيجابية المسجلة في هذا المضمار تنحصر في قطاع الخدمات وقطاع التصدير والاستيراد إضافة إلى قطاع الاستثمار وسجلت النتائج السلبية في خسارة طفيفة في ميزانية ثلاث ورشات انتاجية خامثا المؤشرات الاقتصادية التي تنطوي عليها هذه النتائج ما هي؟ إذن هي سير الشركة في طريق التقدم الاقتصادي والانتعاشي المالي ثم أضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط داخل النص إذن لدينا الشركة أن الشركة وعندنا مئة وأيضا خمس إذن هكذا سنشكول خمس وأخيرا ترديا ترديا إذن الشركة مئة خمس ترديا إذن هكذا سنشكول هذه الكلمات السؤال الموالي إذن سنسخرج من النص العدد وسنبين نوعه وإعرابه إذن لدينا ثلاث إذن هنا عدد مفرد إعرابه مضاف إليه مجرور بالكسرة أعفوا ثلاث وعندنا واحدة أيضا نوع مفرد الإعراب دياله نتابع لمنعوته ثم عندنا خمسة وثلاثون إذن نوعه هذا معطوف وإعرابه خبر كان عندنا خمس إذن مفرد من حيث النوع أما إعرابه فهو خبر المبتدأ وعندنا مليونا إذن مليونا هذه من ألفاظ العقود وإعرابها تمييز السؤال الموالي أكتب الأرقام التي بين قوسين فيما يلي بالحروف إذن أكلت تفاحتين إذن عندنا ذلك العدد إثنان غير قولت تفاحتين إثنتين ثم الجملة الثانية في الرصيد عندنا العدد ثلاثة وعندنا ملايين إذن سنقول في الرصيد ثلاثة ملايين ثم يقدر ربح الشركة وعندنا العدد ثلاث عشر إذن سنقول بثلاثة عشر مليونا الجملة الموالية تضم الخزانة ثنتين عشرة مجلة ثم بلغت الخسارة مائة وثلاثين درهما والجملة الأخيرة قرأت خمسة قصص السؤال الموالي حول العبارة التالية نال العامل مكافآته المالية وخرج فريحا إذن سنحولها المثل المذكر سنقول نال العاملان مكافآتهما المالية وخرج فريحين المثل المؤنث سنقول نالت العاملاء العاملتان مكافآتهما المالية وخرج فريحتين الجمع المذكر سنقول نال العمال مكافآتهم المالية وخرج فريحين والجمع المؤنث نالت العاملات مكافآتهن وخرجن فريحات السؤال الأخير أعرب الجملة حققت الشركة ربحا قدره 12 مليون درهم إذن حققتي إذن هذا فعل ماض مبني على الفتح وتأنت الساكنة لا محلة لها من الإعراب الشركة فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره ربحا مفعول به منصوب بتنوين الفتح قدره مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخره وهو مضاف وله مضاف إليه 12 إذن 12 خبر خبر المبتدأ قدره مرفوع بالألف لأنه مثنى أو ملحق بالمثنى إثنى مليون إذن تمييز منصوب وهو مضاف درهم مضاف إليه مجرور إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص التطبيقي شكرا لكم على حسني المتابعة